المدينة المنورة المدينة المنورة الزميل صالح يوسف والتفاصيل من هذا المكان تنزلت مواثيق العدل والمساواة وتوافقت جميع الألوان واللغات على منهج موحد أشاءه سيد المرسلين الذي جاء بالحق نورا وهدى وأكد أنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى أطياف متعددة تتهافت إلى الصلاة في ثاني الحرمين ليستنشقوا عبير النبوة هنا حيث مهد دولة الإسلام جئت إلى المدينة لأزور إلى إلى غسل الله والأصحاب النبي لنصل على الأجر بالسباب باتباع النبي كما قال غسل من زارني وجبت له شفاعتي دين التسامح والوسطية الذي خرج من دار يثرب وانتشر في أرجاء العالم ليس إلا كي تعيش كل البشرية في محبة وسلام كيمة هذا المكان أكبر من كل مكان لأن فيها روزة من رياض الجنة ولأن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء هو سيد الأنبياء وبعض الله سبحانه وتعالى هو فزيلته في قلوبنا وفي قلوب وفي كل الناس موجود شيوخ وأطفال تطيب نفوسهم عند زيارتهم قبر الرسول الكريم فتبتهج ألقا كلما جالوا في جنبات الحرم المدني لا سيما في روضته الشريفة وإذا الوخوش هشرت وإذا البحار سجلت وإذا النفوس صوجت وإذا المعودة صغيرت بعيزا من كتلت كثير مما هنا يستحق الزيارة لا غروة فالمدينة المنورة نالت مؤخرا لقب عاصمة السياحة الإسلامية المدينة المنورة هي جديرة بهذا الوصف وبهذا الاسم لما تحتويه من آثار إسلامية وتاريخ إسلام عريق ودولة إسلامية حقيقة كانت يدار كل العالم من هذه البقعة دار تحمل في ثناياها الكثير من الآثار والمأثورات التي سطرها التاريخ حتى أصبحت فخرا لكل المسلمين لتلفزيون البحرين صالح يوسف المدينة المنورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر